اختتمت منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري ستيسي الممتاز لكرة القدم بمواجهتين حددت المتصدر والوصيف فبعد أن أطاح كاظما بالعربي بثلاثة أهداف مقابل هدف اعتلى فريق كاظما الصدارة وبفارق نقطة عن الكويت الذي بدوره انتصر أيضا على الفحي بثلاثة أهداف مقابل هدفين تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي قطار دوري ستيسي الممتاز لكرة القدم يصل لمراحل حاسمة ما بين الصدارة والقاع ففي ختام الجولة الرابعة عشر تمكن فريق الكويت من خطف انتصار مهم على حساب فريق الفحيحين وبثلاثة أهداف مقابل هدف سجل للكويت التونسي طه الخنيسي الهدف الأول ثم عدل الفحيحين النتيجة عبر ناصر القحطاني ومن ركلة جزاء في حين تمكن فهد الهاجري من تسجيل الهدف الثاني للعميد وبرأسية ذكية أما مسك الختام فكان بهدف ثالث حمل أمضاء يوسف ناصر وبذلك يصل الأبيض الكويتوي للنقطة الثلاثين وبفارق نقطة واحدة عن كاظمان متصدر هدفنا دائما هو الأهداء مع الفوز مع الأقناع مع الثلاث نقاط في كل مباريات استحقاقات كبيرة المباراة هذه كانت صعبة ذهنيا كابتن نبيل معلول وحنا كاستاف معا حاولنا اشتغلنا ذهنيا حتى نضم معنوية اللاعبين لأنه ليس سهل أنك تخسر كأس ولي العاد وانت قدمت أداء كبير وكنت أفضل على كل المستويات وتضيع بنالتي ولقى حمضة المنافس وتخسر بنالتيات ذهنيا ثقيلة المباراة لكن الحمد لله بفضل العمل الذهني بفضل كذلك شخصية اللاعبين نقول هارد لك نادي فحيل مبروك نادي الكويت وهذه المباراة للجولات الأخيرة مثل ما قلنا فرق التلاشة الهبوط وفي فرق التنافس على الصدعة هو نادي الكويت تعرف نادي كبير ومستهلون الثلاث نقاط لكن نحن فخورين في الأداء ولكن ما ننسي أنه ضغط المباراة التي صار في الفترات الأخيرة خصوصا مع نادي فحيل أنت تتكلم عن مباراة العربي في الدوري تليها مباراة السالمية الثالث والرابع وتليها نادي الكويت يعني هذا جهد على اللاعب أما قمة هذه الجولة فكانت على أستاذ الصداقة والسلام بنادي كاظمة وأكرم فيها أصحاب الأرض ضيفهم العربي بعد أن استطاع البرتقالي من تحقيق انتصار مهم وبثلاثة هداف مقابل هدف تقدم كاظمة أولا بهدف رائع من الهداف شبيب الخالدي ثم عدل بعد ذلك العربي النتيجة ومن كرة ثابتة أبعد الدفاع الكاظمة أولا وتابعها بعد ذلك جمع عبود بتزديدة رائعة وأكد على الهدف سيف الحشان بعد ذلك عاد كاظمة للمشهد بقوة مسجلا هدفا ثانيا عبر أحمد العرسان وبطريقة رائعة في حين كان مسكو الختام بهدف ثالث أمضى عليه عمر لحبيتر مانحا فريقة ثلاثة نقاط ثمينة جعلت كاظمة يعتل الصدارة برصيد واحد وثلاثين نقطة رائعة الشماري لتلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر